بذلت الباحثة والكاتبة والنشطة والمخرجة خديجة حباشنة في كتابها فرسان السينما سيرة وحدة أفلام فلسطين جهدا عظيم دام خمس سنوات لتوثيق وحفظ إرث السينما الفلسطينية وأبطالها الذين حفروا في الصخر وتحدوا الصعوبات من أجل تأسيس وحدة أفلام فلسطين ولتوثيق حكاية حلم السينما الفلسطينية في زمن الكفاح المسلح يسعد صباحك أستاذة خديجة واتمنى تكوني بالمشاهد صباح المشاهدين الله ساعدك نبدأ أول شي بكتابك فرسان السينما الصادر عام 2019 واللي تم ترجمته للغة الإنجليزية مؤخرا هذا الكتاب أولا ما الذي دفعك لتوثيق سيرة السينما الفلسطينية بالدرجة الأولى وأهمية هذا الكتاب بالنسبة لخديجة حباشنة لأنه زي ما بيقول الأستاذ فيصل دراج طعون النسيان ماشي نحن يعني في عنا داء النسيان في بلادنا وفي تجارب مهمة في حياة الشعوب مهمة جدا أن توثق لأنها هذه تاريخ الأمة ومرجعية هويته الوطنية يعني كل النضالات اللي قاموا فيها المناضلين الشباب الفدائيين وكل المقاتلين والسياسيين اللي انتشروا في العالم وعادوا القضية الفلسطينية على الخارطة السياسية في العالم بوضوح وبقوة كان منهم هدول الفرسان فرسان السينما اللي أنا بسميهم فرسان لأنه في الحقيقة هاي التجربة أول مرة كانت بتصير عادة في الثورات اللي مرت بالتاريخ كانوا المخرجين أو المصورين يروحوا يصوروا ويتركوا يعملوا شغلهم أو بثوا الخبر أو يعملوا الفيلم أو اللي بدهم يعملوا لكن هدولا انضموا لحركة التحرر الوطني وكانوا جزء منها وكانوا يرافقوا أيضا عملياتها العسكرية في كثير من الحالات وعاشوا كل المعارك اللي عاشتها القضية الفلسطينية في عدة أماكن والحروب اللي عاشتها في عدة أماكن والاعتداءات التي اتعرضت لها فهذه تجربة إنسانية مهمة برأيي وأعتقد برأيي الكثيرين يعني اللي بيفهموا أهمية التاريخ وأهمية التاريخ والذاكرة الوطنية في بناء الهوية النسيان داء فظيع يعني أنه مثل هذه التجارب تهمل للأسف أنا شعرت بأنها مهملة مهملة حتى من قبل السينمائيين الحديثين اللي انطلقوا بعد فيما بعد بثمانينات والتسعينات يعني بعد أوائل الثمانينات والتسعينات ولحد الآن في حركة سينمائية نشيطة يعني في عدد كبير من المخرجين والمخرجات والمصورين وفي مهرجانات سينمائية حتى في فلسطين صار عدد من المهرجانات مش مهرجان واحد أكتر مشي ثلاثة أربعة موجودين وما ذلك بحس أنه هدول المجموعة يعني ذكروا نادرا ما يذكروا وقبل هيك حكينا عن هذا النسيان لهذه المجموعة وصار في برنامج شوي أحيانا يعني بقول من أسلافنا فبذكر بعضهم لكن هي التجربة ككل بحاجة توثق ما بكفيش نذكر أسماءهم أو كل واحد شو عمل حاله أو شو عمل هي التجربة أهميتها بجماعيتها وبكونها تجربة ثورية مش بس تجربة سينمائية هي تجربة ثورية وإنسانية وجماعية يعني كان المجموع فيها هو الأهم وليس كل واحد على حدة نعم صحيح ذكرت يا أسماء كتابك بضم 250 صفحة سجل توثيقي نادر لهاي الأسماء لتاريخ السينما والإنتجاج السينمائي الفلسطيني اللي انتجده وحدات العمالة الفلسطينية المختلفة طبعا في مرحلة النضال كم ذكرت النضال الفلسطيني من 68 وحتى خروج الثورة فلسطينية من لبنان في عام 82 وطقت الأسماء اللي عملت في وحدة أفلام فلسطين والتي صارت تعرف فيما بعد طبعا بمؤسسة السينما الفلسطينية معروفة الآن بهذا الاسم أخبرينا أكثر عن هذه الجزئية عن المخرجين والمؤسسين وهو الذي يضمه كتابك بدرجة الأولى هي أيضا من خصوصيتها التجربة أنه اللي بدأت بها امرأة وشابة فلسطينية من نابلس هي سلافة جادالة سلافة جادالة عشقت التصوير وكانت عندها هواية التصوير ودرست التصوير السينمائي بصعوبة حتى حصلت على إذن من الأول معهد للسينما في العالم العربي اللي هو المعهد العالي للسينما في القاهرة حصلت بصعوبة على تسجيل فيه لأنه كانت مهنة التصوير السينمائي مقتصرة على الرجال تقريبا وعندما أصرت وشافوا يعني الأسادة ومدير المعهد إصرارها إبلوا أنه يجربوا على الأقل وكانت النتيجة أنها نجحت بتقديرات عالية وكانت أول مصورة سينمائية في العالم العربي وربما ربما في العالم لأنه كانت فعلا نادرة ولكن لا أستطيع أن أقول في العالم لأني بحثت الحقيقة إذا في مصورات سينمايات ولم أجد ربما غير موثقة ولكنها بالتأكيد هي أول مصورة سينمائية عربية في وقت كان التصوير صعب ما كانش زي هلأ يعني كاميرا فيها صوت وفيها كل شيء بتحمله وبتصور حتى هلأ صار في عندك ناس بتصور بالموبايلات وبكاميرات صغيرة جدا أو بيصوروا سينما أيضا فكانت لا كانت مهمة شاقة وصعبة أكيد اسم مهم جدا مهم جدا ذكره وتأريخ تاريخه بدرجة الأولى أستاذا ذكرنا بداية تادر هي بدأت هي سلافة بدأت والحقيقة بدأت بالبداية هي كانت مصورة سينمائية صحيح عندما تخرج هاني ومصطفى أبو علي هم أيضا درسوا في لندن واحد تصوير سينمائي ومصطفى درس الإخراج لما تخرجوا رجعوا التحقوا بالمكان اللي هي بتشتغل فيه كان بتشتغل بقسم السينما كان في قسم صغير للسينما في وزارة الإعلام هنا في الأردن في ذلك الوقت طبعا كانت شو اسمه يعني الأردن يعني الفلسطينيين بتعاطوا مع الأردن كبلدهم يعني لأنه كانت منضمة وقتها الضفة فوجدوا أنه هي قبلهم وحست بحماسهم لأنه كانت إجوا تخرجوا هاني بالستة وستين ومصطفى بالسبعة وستين فكانوا جايين هم كمان متحمسين سمعوا بانطلاقة الثانية للثورة الفلسطينية هي انطلاقتها الأولى كانت سرية لكن هاي الانطلاقة كانت علنية على أثر هزيمة حزيران والنكبة اللي صارت يعني هنا كانت نكبة ثانية تقريبا هزيمة حزيران اللي انهزمت فيها الجيش العربية أمام الجيش الإسرائيلي واحتلت عدد من احتلت بقية فلسطين وسيناء وأجزاء من العالم العربي فكانت هذه صدمة لكل الجيل الشاب اللي بهذه المرحلة كان وكنت أنا واحدة منهم أيضا لأنه كل الجيل في تلك الفترة عدد كبير من الجهة للشباب عند معهم علمت بانطلاقة العمل الثوري والفدائي الفلسطيني بدأت تلتحق تأتي لتلتحق طلاب مدارس طلاب جامعات حتى أساتذ الجامعات تركوا والتحقوا فكانوا من ضمن هدول جايين متحمسين كمان هم فكانت سلافة قد بدأت بتصور صور الشهداء في بيتها وبتحمض في بيتها فلما إجوا وحست برغبتهم نظمتهم وقدروا يقنعوا وقتها وقتها بهذه الفترة كانت بالـ 68 قيادة فتح كان بالإعلام أنه يكون في قسم للتصوير قالوا لها التصوير بس على مسؤوليتكم لأنه ما لدينا معداتها لأعليا كانت بدايات الثورة لسه يعني فقيرة ما في إمكانيات فبدأوا بالإمكانيات المتوفرة وكانت إمكانيات فقيرة جدا فعلا لدرجة أنهم كانوا ينشفوا صورهم على جهاز بداي ولكن تم ذلك لديق الوقت أستاذة خديجة ننتقل للسؤال الأخير تم ترجمة هذا الكتاب كما ذكرتنا في البداية للغة الإنجليزية ما أهمية الترجمة لهذا الكتاب للغة الإنجليزية وكذلك نقله للرواية والقضية الفلسطينية للعالم الخارج للأجانب التحديد المتحدثين باللغة الإنجليزية أو القارئين للغة الإنجليزية بتعرفي أنه نحن كل آياتنا بنعرف أنه الشعب الفلسطيني نصه جوه ونصه بره فالشعب الفلسطيني منتشر وهذه بالذات هذه التجربة مهمة لأبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان وأنا من خلال تجربتي عندما كتبت الكتاب حتى قبل ما أخلص الكتاب كنت بدأت أجمع أفلام أفلامنا الفلسطينية اللي فقدت أصولها يعني النجاتف تبعها فقدت مع الأرشيف فكان على الأقل علينا أن نجمع الأفلام فبدأنا بمشروع أيام حياة مصطفى قبل ما يتوفى ولكن نتوفى قبل ما يعني ننطلق تماما وأكملت المهمة هي اللي استغرقت الوقت الطويل يعني إذا تحضير للكتاب استغرق خمس سنين جمع الأفلام استغرق أكتر حوالي سبع ثماني سنين لحتى قدرنا وحتى يمكن منقدر نقول لهلأ لأنه لسه نحن في مجال الاتفاقي الاتفاقيات عقد اتفاقيات لترميم هذه الأفلام ووضعها يعني عملها رقمية ديجيتال حتى تكون متاحة للشعب الفلسطيني ومتاحة للعالم ومتاحة للباحثين والدارسين والسينمائيين كان مهم ترجمته لأنه الشعب منتشر وأنا أثناء العمل راجعوني كثير من السينمائيين الشباب اللي بدرسوا في الخارج مخرجين باحثين أساتذة بيبحثوا معلومات عن هذا الموضوع وكانت غالبيتهم ناطقة باللغة الإنجليزية أو الفرنسية ولذلك كان من الضروري ترجمته لأنه تجربة أصلا تجربة الثورة تجربة أصبحت تجربة عالمية وبالتالي كان مهم وضعها بين إيدي العالم المهتمين في العالم شكرا شكرا لإلك الباحثة والكاتذة الأستاذة خديجة حداشنا بهذا ننتقل إليكم في رام الله هذه نهاية هذه الفقرة من عمان ترجمة نانسي قنقر